السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعدنا اليوم مع طلاب وأولياء أمور الصف السادس اللي ابتدائي وتحديدا مادة اللغة العربية وتحديدا فرع القراءة قصة علي مبارك ونتحدث عن الفصل الأول عائلة المشايخ عائلة المشايخ هي العائلة التي نشأ فيها علي مبارك فتلخيص للفصل الفلاحون في عهد محمد علي باشا يتعرضون للظلم الشديد بسبب فرض الضرائب يفرون من قراءهم الأصلية ويذهبون إلى قراء أخرى أسرة علي مبارك أصلها من منطقة الكوم والخليج وهي طناحة ولكن بسبب فرض الضرائب انتقلت إلى منطقة جديدة تسمى المنطقة الجديدة بيرن بال بيرن بال بيرن بال بيرن بال تابعة لمحافظة الدقاهلية زادت الضرائب ستذهب عائلة علي مبارك إلى منطقة جديدة في الشرقية عند عرب السماعينة سؤال مهم مثلا ممكن يقول أن أين ولد علي مبارك هل ولد في عرب السماعينة لا لم يولد في عرب السماعينة ولكن هذه عرب السماعينة انتقلت إليها أسرة علي مبارك بسبب كثرة الضرائب ولكن ولد في بيرن بال بالدقاهلية سؤال آخر عائلة علي مبارك أصل العائلة من بيرن بال ولا عرب السماعينة ولا منطقة الكوم والخليج في طناحة أصل العائلة من كوم والخليج في طناحة يبقى أصل العائلة شيء والمكان الميلاد اللي اتولد في علي مبارك شيء والمكان الجديد هتهاجر أسرة علي مبارك له يبقى ثلاث أماكن أصل العائلة ومكان الميلاد ومكان جديد للعائلة وهجرة وهجرة العائلة إلى مكان جديد يعني أول ما لقي كلمة هجرة يبقى ايه نقصد بالمكان الجديد اللي هو عرب السماعينة الآن إلى تفاصيل أكثر في عهد محمد علي كان الحكام يفرضون الضرائب الباهضة على الفلاحين ومن يتأخر عن تسديد الضرائب يجلد ويهان ويلقى في السجن ما معنى كلمة عهد ما معنى كلمة يفرض ما معنى كلمة الضرائب ما معنى كلمة الباهضة عهد يعني زمان عهد يعني زمان عهد يعني زمان والجمع عهود زي عقد عقود يبقى عهد زمان والجمع عهود يفرضون يلزمون يوجبون يفرضون يلزمون يوجبون يفرضون يلزمون يوجبون ما تفرده الدولة على الأملاك يعني باختصار مبالغ مالية تفرد على الأملاك والمفرد ضريبة الباهضة الشاقة والجمع بواهض الشاقة يعني الباهضة والجمع بواهض كاننا نقول بواسل الجنود البواسل وبواهض على نفس الوزن فواعل نستكمل الحديث وكان الفلاحون الفقراء عاجزون عن دفع الضرائب يفرون من بلدهم تاركين أرضهم خوفا من الجلد والسجن ويدهبون إلى بلد لا يعرفهم فيه أحد ولا تصل إليهم يد الحاكم تسديد تصويب والمراد الدفع تسديد الضرائب يعني المراد بها دفع الضرائب يهان يعني يذل يهان يعني يذل يهان يعني يذل يهان يعني يذل والمضاد يكرم يفرون يهربون نقدر نقول في القطع اللي فاتت دي ما هي أهم المشكلات التي تواجه الفلاح في عصر علي مبارك فرض الضرائب الباهظة على الفلاحين فرض الضرائب الباهظة على الفلاحين ما هي عقوبة عدم دفع ضرائب ستني السؤال ما هي عقوبة عدم دفع ضرائب أولا الجلد والإلقاء في السجن الجلد والإلقاء في السجن الجلد يعني أمام الناس يقوم المسؤول اللي هو بيحصل الضرائب بإيه بيضرب الفلاح بالأصوات بالصيات أو بالكرباك يعني الكرباك الصيات يعني الكرباك دي عقوبة العقوبة التانية السجن إلقاء في السجن يبقى عقوبة عدم دفع ضرائب الجلد أمام الناس والإلقاء في السجن ماذا كان رد الفلاح عند كثرة الضرائب الهرب من القرية التي يسكن فيها ويذهب إلى قرية أخرى بعيداً عن أعين الحاكم وعن أعين الناس يريد أن يبتعد عن الناس ويريد أن يبتعد عن أعين الحاكم والمسؤول عن دفع والمسؤول عن ضرائب الذي يقوم بجبايت وجمع الضرائب نبقى نعيد تاني الأسئلة نقول ما هي أهم مشكلات الفلاح؟ أهم مشكلات الفلاح؟ فرض الضرائب الباهظة؟ السؤال الثاني ما جزاء مع عقوبة عدم دفع الضرائب الجلد أمام الناس والإلقاء في السجن ما رد الفلاح؟ رد الفلاح أنه كان يهرب من القرية الخاصة به ويذهب إلى قرية أخرى لماذا؟ للبعد عن أعين الناس وللبعد عن أعين الحكام أو المسؤولون عن جمع ضرائب الآن لازلنا نتحدث عن الفصل الأول جزئية جديدة نقدر نختصرها عائلة المشايخ موضع تقدير الأهالي في قرية من قرى مديرية الدقهلية تسمى بيرنبال الجديدة استقرت أسرة علي مبارك بعد فرارها من قريتها الأولى الكوم والخليج على بحر طناح واخطابت الحياة لأسرة علي مبارك في مقرها الجديد وكثروا عددها وكثر عددها حتى قارب المائتين وعرفوا باسم عائلة المشايخ فقد كان فيهم المشايخ الذين يعرفون القراءة والكتابة والحساب وشيئا من العلم الديني الذي يحتاج إليه أهل القرى وكان منهم القضاء الذين يحكمون بين المتنازعين ولا إما الذين يصلون بالناس الصلوات ويخطبون لهم الجمع والأعياد ويعقدون لهم عقود الزواج الأسئلة المهمة في هذه الجزئية ما هي القرية التي ولد فيها علي مبارك ولد في قرية بيرنبال سؤال القرية الأولى وأصل عائلة علي مبارك من أي قرية اللي هي الكوم والخليج التابعة لبحر طناح أذكر يعني الأعداد أذكر عدد أسرة عائلة علي مبارك حوالي مئتين مش مئة مئتين قاربه المئتين ما هي السمة الغالبة على هذه الأسرة؟ المشايخ أنهم عائلة المشايخ فهؤلاء المشايخ لهم عدة وظائف مهمة في المجتمع يعلمون الناس القراءة والكتابة والحساب والعلوم الدينية منهم القضاء الذين يحكمون بين المتنازعين منهم الآئمة الذين يصلون بالناس الصلوات في المساجد ويخطبون لهم الجمع والأعياد ومنهم القائمون بحقد عقود الزواج يبقى صفات عائلة المشايخ أنهم بيعلموا الناس قراءة والحساب والعلوم الدين ومنهم القضاء اللي بيحكموا بين المتنازعين منهم الآئمة اللي بيصلوا بالناس وبيخطبوا لهم في يوم الجمعة والأعياد اللي هو في عيد الأطحى وعيد الفطر ومنهم من يقومون بعقود الزواج يعقدون عقود الزواج لمن يريد أن يتزوج يقومون بعمل عقد الزواج لراغب الزواج تمام بعض الكلمات ومعانيها استقرت يعني أقامت وسكنت استقرت أقامت وسكنت طابت الحياة يعني حسنت والمضاد خشنت وساءت يبقى طابت يعني حسنت حسنت والمضاد خشنت طابت يعني حسنت والمضاد خشنت مقرها إقامتها والجمع مقار مقرها إقامتها مقرها إقامتها والجمع مقار المتنازعين المتخاصمين والمضاد المتصالحين محل يعني موضع والجمع محال محل يعني موضع والجمع محال الآن لازلنا مع القصة وننتقل إلى جزئية أخرى نطلق عليها ونلخصها أن هي أسرة علي مبارك موضع تقدير الحكومة كيف؟ كانت أسرة علي مبارك محل احترام وتقدير من الحكومة لذلك أعطتها الحكومة قطعة من الأرض تزرعها وتنتفع بغلتها وتستعين بها في أداء الأعمال الخيرية التي تقدمها لأهل القرية وزيادة في تقدير الحكومة لها أعفتها من جميع الضرائب أذكر دليلا واضحا على اهتمام وعناية الحكومة بأسرة علي مبارك إن هي أعطت له أعطت الحكومة لأسرة علي مبارك قطعة من الأرض لتزرعها وتستعين بها في أداء الأعمال الخيرية لأهل القرية الغلة ما معنى الغلة؟ ما معنى أعفتها؟ ما معنى الغلة؟ الغلة ما تنتجه الأرض إنتاج الأرض والجمع غلات وغلال غلات وغلال زي سلة سلات وسلال سلة سلات وسلال أعفتها لم تطالبهم بها وأسقطتها لم تطالبهم بها وأسقطتها الآن ننتقل إلى جزئية أخرى وفي تلك الأيام ولد لرب الأسرة الشيخ مبارك ولد سماه علي كان لميلاده فرحة كبيرة في القرية كلها في القرية كلها مجاملة لأبيه الشهم العطوف وقضت القرية أياما سعيدة تزف فيها التهنئة الخالصة لهذه الأسرة المحبوبة راجية أن يكون الولد قرة عين لأمه وأبيه ما معنى كلمة رب الأسرة رب الأسرة يعني مدير شؤون الأسرة مدير شؤون الأسرة ينسلع دايما في الوظائف يقول لك فلان الفلان ده مدير الشؤون القانونية ده مدير الشؤون المحاسبية ده مدير شؤون العاملين رب الأسرة هو مدير شؤون الأسرة تذكر هذه الرظائف مدير شؤون العاملين مدير شؤون المحاسبين مدير شؤون الأسر من رب الأسر والجمعة أرباب الشهم النبيل الصبور شهم نبيل صبور الجمع شهام وشهوم كأنك بتقول سهم جمعها سهام ولكن أضف النقاط فقط سهم شهم سهام شهام تذكر سهم شهم سهم سهام شهم شهام تزف تنقل وتقدم تزف تنقل وتقدم راجية آملة ومتمنية راجية آملة ومتمنية قرة عين يعني المصرة والفرحة جزئية جديدة زيادة الضرائب وضيق الناس بها لكن هذه الفرحة لم تدوم طويلا فقد زادت الحكومة الضرائب زيادة كبيرة ولم تنجو أسرة الشيخ مبارك من هذه الضرائب فقد فرضت الحكومة الضرائب على كل الأراضي التي تحت فرضت الحكومة الضرائب على كل الأراضي بما فيها الأرض التي كانت الدولة قد أعطتها له يبقى فرضت الحكومة الضرائب على كل الأراضي التي تحت يده بما فيها الأرض التي كانت أعطتها له ليستعين بها على أعمال الخير وزاد الأمر سوءا حين أجبرته على قبور قتعة أرض أخرى هذه الأرض عليها ديون متأخرة تمام يبقى لماذا لم تدم الفرحة طويلا لسببين زيادة الضرائب اجبر الحكومة أسرة علي مبارك أنهم يقبلوا أرض جديدة طالما لا يقدرون على دفع الضرائب بتاعة الأرض القديمة هذه الأرض التي ستعطيها الحكومة لهم هي أرض عليها ضرائب متأخرة تمام؟ يبقى المشكلة أن الحكومة أعطته قطعة أرض جديدة عشان هو لم يستطيع الوفاء بالديون الأرض الحالية وهذه الأرض الجديدة عليها ضرائب قديمة بعض المعاني لم تدم لم تستمر لم تدم لم تستمر ضجة صاح فزعا صاح فزعا ضجة تنجو تسلم تنجو تسلم أجبرته أكرهته يؤدي يعني يدفع الآن ننتقل إلى جزئية جديدة تسمى الشيخ مبارك يفر بأسرته من برنبال هربا من الضرائب اضطر الشيخ مبارك أن يبيع كل ما يملق من أثاث المنزل لكن ذلك كله لم يفي بالضرائب لكن ذلك كله لم يفي بالضرائب فماذا يعمل وأبواب السجون مفتوحة على مسرعيها يفر بأهله ويذهب إلى منطقة جديدة ناحية المشرق ناحية الشرق وكان عمر علي مبارك في هذا الوقت ست سنوات الأثاث متاع البيت من فرش وبسط يبقى الأثاث ومتاع البيت من فرش وبسط والمفرد أثاثة زي ذبابة ذباب ذبابة ذباب يبقى أثاثة مفرد جمعها أثاث لم يفي لم يكفي مصاريع جمع مصراع وهو أحد أجزاء الباب الأيمن أو الأيصر الآن ننتقل إلى جزئية جديدة استقرار الشيخ مبارك عند عرب السماعينة لماذا سنجد سؤال مهم جدا لماذا اغتاح أهل عرب السماعينة للشيخ مبارك لأنهم وجدوا فيه الرجل الذي يبحثون عنه لأنهم يعني القبيلة أو القرية وجدت هذا الرجل هو الشيخ مبارك وجدت فيه الفقيح فهم يريدون من يوضح لهم أمور الدين والدنيا يريدون أن يتعرفوا على رجل صالح حسن الأخلاق يكون إماما لهم فهم يريدون أن يتعرفوا على رجل حسن الأخلاق وأيضا يريدون أن يعرفوا أمور الدين والدنيا وقام أهل القرية ببناء جامع له وأكره وجعلوه إماما لهم يصل بهم الصلوات ويخطب بهم الجمع والأعياد البدو يعني سكان البادية المفرد بدوي الشهامة يعني الأعمال الحسنة الفقيح من عنده وعلم بالشريعة والجمع فقهاء وإلى اللقاء في لقاء جديد مع قصة علي مبارك والسلام عليكم ورحمة الله